زي ما قلت لحضراتكم كده احنا في حالة شديدة السوق واخبار كلها تؤكد ان انا في خطر عارم في وقت في الاضارة بتقولك يا باش انا معايا فلوس كتير وعايز اخش معك المشروع انت هقولتو ده عجبني على فكرة انا عايز اخش معك من 50% ويا بنك يا مركزي ما تبدي الناس فلوس اتبعوا وديهم بنك الحظ رئاسة الجمهورية ببنك الحظ وقال لي اي حاجة بطبع حط الورق بنلعب بالزهر تجيب العربية تلف المدينة مكة جدة كويت كسبت يا معلم ابني محط البنزين عقليه ببنك الحظ بتدير الاقتصاد المصري ومعتقدا انه على الطريق الصواب واننا بعون الله في احسن حال طول الوقت اسعار المنتجات الناس ما بتلحقش تغير الاسعار يا جماعة الانسان المصري بيروح السوبر ماركت يشوف المنتج عليه سعره يروح على الكشير يقول له يا فندم السعر ده للأسف زاد مالحقوش يغيرو التيكت اللي على المنتج مالحقش يغيرو ده مش وضع ابدا ودي مش حياة ابدا وده مش مجتمع ابدا مفيش حد مش متضرر في مصر النهاردة القضية بقت اكبر من انك مؤيد ولا معارض زعلان ولا مبسوط مطبئن ولا خايف القضية بقت في كل بيت جوه حياتنا القضية بقت امام كل جنينا ملكه بيخس من قيمته بتخس منك من اسبوعين ثلاثة كان فيه اصدقاء مصريين جايين يزولوا اسطنبول فبيتفرجوا بقى المحلات والهدوم وبتاقى فبيقول لي يا ده يعني ب 1200 جنيه مصري 1200 ليرة تقريبا 1200 جنيه مصري لو لجي على الاسبوع ده هيلقى الحكاة الغارة خالص خالص والوضع يتشقلب بشكل كبير تعالوا نشوف رئيس سكوب وهو بيتكلم معه عن مفاوضات مع بنوك دولية لتقدي�무ة الشقة الاجنبة في المشروع كورنجة مقطم ما بالكورنجة مقطم خير يعني ليه احنا يحن محتاجين يبقى عندنا كورنجة مقطم ما احنا كورنجة مقطم اللي عمرنا الجبلو ما عند م Правthestpekt بget نوع دي يعني نبصها على القيارة الكبرة وهي ملواثة هي هيفرب معنى ما هيكسر كورنجة المقطم عادي اللي بيحبوا في كورنجة مقطم بياطلو يحبوا راحوا مع مكين تانية اسicano يعني الجيل اللي كان بيحب في كورنيش المقطن ده بتطله اصلا. ايه الداعي يعني انك هتعمل في كورنيش المقطن مشروع? اقولك ايه الداعي? اقولك عشان يفتح محلات محل الكبدة بتاع قوات المسلحة ده. عايز يفتح فرع جديد يفتحه فين? في كورنيش المقطن. اه? عايز شراكات الشركة بتتكلم في 32 مليار جنيه عشان يعيدوا توضيب كورنيش المقطن. حكومة في الزلابية حكومة عايشة في الزلابية خالص في مية الزلابية كده وعسل الزلابية وبتعوم ولا كأن فيه ازمة اقتصادية ولا اي حاجة ولا حد عارف مين اللي بيحفر ولا مين اللي بيعمل ولا بتاع ده كله على بعضه كده في الهوب استنجلينا. دولة عايشة حياة جميلة وتتمنى لمواطنيها حياة اجمل. موسيقى